عملية فرار كارلوس غوصن المتقنة من اليابان إلى لبنان ما زالت الروايات تحاك حولها وعن الطريقة والأدوات اللوجستية التي سهلت عملية هروبه فقد نشر الصحيفة وولفتري جورنال تقريرا مفصلا عن عملية هروب غوصن مشيرة إلى أنه تمكن من الفرار داخل صندوق أسود كبير كهذا مخصص الآلات الموسيقية وتم استحداث ثقوب بقعره كي لا يختلق وأيضا تناقل المهتمون والمغردون والذين أعجبوا بقصة الهروب صورا تماهي وضعية كارلوس غوصن في الصندوق الآلات الموسيقية هذه الصورة كمثال عليها شركة ياماها اليابانية المعروفة بصناعة الآلات الموسيقية والتي يعتقد أن صندوق غوصن كان بحجم واحدة من آلاتها نشرت تحذيرا للناس من محاولة حشر أجسادهم داخل صناديق الآلات الموسيقية تقول الشركة على حسابها على تويتر هذا ما تقوله لن نذكر السبب لكن هناك تغريدات عديدة تحدثت عن الاختباء داخل صناديق الآلات الموسيقية آلات موسيقية كبيرة نحذر من أي حادث مؤسف سيكون بعد فوات الأوان لذا نطلب من الجميع عدم محاولة ذلك تغريد الشركة ياماها تلك أثارت سخرية وتعليقات من قبل المغردين هنا محمد عبد الرزاق يقول مش مش الخبر خالص اليابان التي تصدر أعلى أجهزة تصوير وأجهزة مسح ضوئي لم تكشف أن الموجود بالصندوق هو إنسان ولا جمال أما عبدول فهذه تدوينته غصن خرج بعلمي ومعرفة اليابانين ليش نضحك على بعضه غصن معروف من وراء ما يدخل شركة خسرانة إلا تتحول ربحانا واليابانين استفادوا منه وراء لو تم التحقيق معاه لكشف التحقيق تورط دول ومنظمات تقف خلف غصن بس على غصن يتنبه لنفسه لأنه أصبح صندوق أسود لأسرار دول ومنظمات هنا تعوننا نظهر لكم هذه التغريدة لخالد محفوظ يقول فيها خالد غصن من صندوق الموسيقى إلى صندوق الشاشات الفضائية إلى صندوق الاقتراعات السياسية فيلم إخراج إسرائيلي وسيناريو ياباني وتمثيل لبناني ماهر فرغل اليابان تنشئ شارع في السماء بوسطة الليزر لتسهيل هبوط الطائرات إلى المطار ليلا يا عمي هولا جماعة كيف قدر يهرب كارلوس غصن من عندهم أما هذه التدوينة للسونية الجريمة لا يمكن أن تنتهي مهما تطورت الوسائل لأن العقل البشري أقوى من أي اختراع لكن كارلوس غصن رفض الكشف عن الطريقة التي تسلل بها من أمن المطار في اليابان وهذا ما قاله عندما سأله جون سمسون في هذا اللقاء يجب أن تكون محاولة جداً لا أعلم يجب أن تسأل أحد أخرى هل لم تكن في قصة؟ حسناً لديك أخبرني هذا ما تعتقد هياً إذا كنت تسأل في قصة تسأل في قصة لا هذا هو تحريرك لكنني أقول أنني أستطيع أن تأخذ المساعد لم تتوقف المقابلات مع كارلوس غصن منذ مؤتمرها الصحفي وآخرها كان مقابلة له وزوجته صباح اليوم مع وكالة رويترز وعند سؤاله عن صعوبة عامية الهروب كان هذا جوابه بالتسأل بالموقع لتجلب الكثير من المنظر ومحل الطائر مع الكثير من المنظر كذلك لا يتقرر كما عنه ي أن تفتقد من المنظر كما تحريرك كما تحريره إنه صعوبة عامية الهروب الشتابة لتعبير في وجه الطريق لا يمكنكم تلك حريقتة بعض البحث ولكن لا يوجد تلك حريقتة frustrating هذا هو متعلق تكن لطفئة كل صحيح ال�انية لري زيادة وضع الكثير منهم البحث تقولون نهاية التعبال فشرخه لو يريد أن تحصل بشكل رأس لن يجب أن تشاهد الطريق لا يجب أن تكون كل أشخاص اتفعاق